الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وبعد السؤال هل كل واحد احنا نشوفه مثلاً أو نرى نحكم على هذا الشخص أنه من الصالحين أو أنه من الطالحين أو هل هذا الشخص المقرب إلى ربه عز وجل بيكون له كده ثياب معين أو شكل معين أو الكلام ده قد تختلف هذه الأمور يعني فيما يظهر للناس مثلاً إنسان أنت ترى أشعث أخبر ولكن هذا الشخص ربما يكون له شأن عند الله تبارك وتعالى ومن أولياء الله تبارك وتعالى الصالحين الباب بتاع اليوم فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين باب فضل ضعفة المسلمين يعني الضعفة يعني المسلمين والفقراء والخاملين قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغادات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية دي فيها أمر من رب العالمين سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغادات والعشي الغادات اللي هو وقت الصبح والعشي اللي هو وقت الغروب إلى الوقت المعلوم يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم نزلت هذه الآية الكريمة حين قالت أشراف كريش للنبي صلى الله عليه وسلم نحي هؤلاء يعني فقراء المسلمين حتى نجالسك عايزنا نجلس معك ونسمع كلامك نحي هؤلاء عنك إحنا ما نجلسش كده في مكان واحد مع الفقراء إحنا كده أصحاب الهيبة أصحاب الكلام ده فما نفعش أن نجلس مع هؤلاء وهذا فيه كبر من صناديد كريش وعن حارثة ابن وهبين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة اللهم اجعلنا منهم قال كل ضعيف متضعف لو أكسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عطل جواظ مستكبر العطل يعني بمعنى له الغليظ الجافي الشخص الغليظ وعنده جفاء كذ والجواظ بفتح الجيم وتجد الواوة بالضاء المعجمة وهو الجموع المنوع وكيل الضخم المختال في مشيتي الشخص كده ضخم ومختال في المشية بتاعته كده يمشي متكبرا وكيل القصير البطين في هذا الحديث بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاء وأكثر أهل النار المتكبرون وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الجواظ والعطل والجعذري كلا وما الجواظ قال الجموع المنوع البخيل بما في يده والجعذري الفض على ما ملكت يمينه والغليظ يعني لقرابتي وجيراني وأهل بيتي والعطل الشرس الخلق الرحب الجوف الأكول الشروب الغشوم الظلوم دي إيه المعاني وعني ابن عباس سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل عنده جالس ما رأيك في هذا شاف واحد كده إيه فبيقول له ما رأيك في هذا فقال الرجل من أشراف الناس إيه في نظره منه من أشراف الناس يعني من إيه من أحسن الناس يعني رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب قال يمكن أي حد يتمنى إنه يتقدم إيه يتقدم له لبنته يعني لأحد بناتي وإن شفع أن يشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح محدش يرضى به ولا حد يوفق به وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا يبقى نظرة الناس يعني أحيانا بتختلف للأشخاص حري بفتح الحاء وكسر الراء وتجد الياء أي حقيق وقوله شفع بفتح الفاء يعني يشهد ذات الحديث قوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أطقاكم وعن أبي سعيد خدري رضي الله عنه قال احتجت الجنة والنار كده منظرة ما بين الجنة وما بين النار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكنهم فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء ولك ليكما على ملءها في هذا الحديث فضل الضعفاء والمساكن العاملين بطاعة الله التاركين لمعاصيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيام لا يزن عند الله جناح بعوضة لأن الميزاني ومريامة مش هيبقى بثقة للأشخاص أو الشخص السميني يبقى أتقل أو كلمد لا مش هيبقى كده أبدا إنما الثقل إنما هو بالأعمال بالأعمال ولذلك يأتي هذا الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله تبارك وتعالى جناح بعوض أنت متخيل جناح البعوضة جناح النموسة لا يزن في هذا الحديث أن ذا القدر والجاف الدنيا إذا لم يكن ذا تقوى فليس له قدر عند الله وفي الحديث الصحيح ولينفع ذا الجد منك الجد في الحديث الآخر إن الله لا ينظر إلى سواركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالميزان عند الله عز وجل بالقلوب وبما في القلوب وبما تعتقد وكذلك بالأعمال نظر الله تبارك وتعالى ليس إلى يعني ما عندك من مال وليس إلى منظرك وشكلك وهيئتك وإنما هو النظر القلب هو محل نظر رب العالمين سبحانه وجل وعلا فاللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وعنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد امرأة كده سوداء الناس ممكن يعني إيه تستقل بها كده لشكلها يعني كانت تقوم المسجد بتنظف المسجد أو شابا ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم إما شاب وإما امرأة شكة من رو الحديث يعني فسأل عنها أو عنه فقالوا مات فقال صلى الله عليه وسلم أفلا كنتم آزنتمون به فكأنهم صغروا أمرها أو أمره يعني يستقلوا إيه بهذا الشاب أو بهذه المرة فقال دلوني على قبره أو قبره فذلوا فصل عليها ثم قال إن هذه الكبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم إن الله تبارك وتعالى ينورها لهم إيه بصلاة عليهم فهذا الحديث أن الكبور لا ينورها إلا الأعمال الصالح عملك هو الذي ينور هينور القبر أو الشفاعة المكبول وفيه فضل تنظيف المساجد والترغيب في شهود جنائز أهل الخير ومشروعية الصلاة على قبر الميت لمن لم يصلى عليه وعنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره إنسان كده أنت مستألي بشكل شعره منكوش كده أو سيابه كده أو هيئته يعني غير ثمان ربما هذا الشخص لو أقسم على الله عز وجل لأبره يعني إذا استجيب الله تبارك وتعالى لدعائه وفي الحديث عن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمت على باب الجنة فإذا عامت من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون أصحاب الجد لهم مين لهم الأغنياء يعني أو أصحاب الحظ في الدنيا كمت على باب الجنة فإذا عامت من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وكمت على باب النار فإذا عامت من دخلها النساء يعني إيه يعني لأن كثير من النساء إلا من رحم الله سريعا ممكن تقع في الغيبة تقع في النميمة تقع في السخرية من الأخريات وهكذا والعزو بالله في هذا الحديث فضل الفقراء الصابرين على الضراء والشاكرين على الضراء وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء وفيه أن الذين يؤدون حقوق المال ويسلمون من فتنته هم الأقلون وأن الكفار يدخلون النار ولا يحبسون عنه وفيها أن عامة من يدخل النار النساء لإكثارهن اللعن وكفر العشير يعني تقول لزوجة ما رأيته منك خيرا قام وعن أبي وريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فأتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا رب أمي وصلاتي يعني مش عارف هو يخرج من الصلاة يتكلم أمه ولا يكمل الصلاة أي أنه ما أولى عند الله عز وجل فقال يا رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي جت له تاني في اليوم التالي وهو كان بيصلي في داخل الصلاة فقالت يا جريج فقال أي رب أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي اليوم الثالث يعني فقالت يا جريش فقال أي رب أمي وصلاتي فأكبر على صلاتي فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات وذا بأرض فيه دعاء الأم يعني الإنسان يحذر كل الحذر من دعاء الأبوين والأمة خاصة فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات كده دعوة سيئة فتذكر بني إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها زي ما تقول كده بني إسرائيل خدتهم الغيرة يعني من هذا الشخص المتعبد لله عز وجل اللي هو جريش فأرادوا أنهم يفتنوا عن عبادته فتذكر بني إسرائيل جريجا وعبادته وكانت يعني محدش يعني أقدر على أنه يفتنوا يعني وعمل فيها أنه العابد هو كذا وكذا فتعرضت له جات له كذا ليه هذه وكانت امرأة يعني يتمثل بحسنه فقالت إن شئتم لأفتنه إن شئتم لأفتنه يعني أن يتفتنوا يعني فتعرضت له فلم يلتفت إليه فآتت راعيا كان يأوي إلى صومعاته فأمكانته من نفسها فوقع عليها يعني وقع يعني إيه في الفحشة ولعياذ بالله فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج يا كذا إيه كذبت والله تبارك وتعالى إيه يعلم فأتوه فاستنزلوا وهدموا فاستنزلوه وهدموا صومعته وراحوا عليه وراحوا مجانها الدين اللي إيه هدوا الصومعة بتاعته اللي بتعبت فيها لله عز وجل أنت عاملين فيها عابد بقى وانت فعلت كذا وكذا وهذا الولد ايه هو من صلب هو ابنك يعني وهدوا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زانيت قالوا زانيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلت هو ده الصبي يعني تابسوني كده ايه أصل صل ركعتين ولا حاج فصلة فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه راح كده الصبي المولود كده وراح جاي ايه ضربوا كده في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي قال فلان الراعي فأكبروا على جريش يقبلونه ويتمسحون به هنا الغلام تكلم في المهد ايه بأمر الله عز وجل قال فلان الراعي يعني هو ده ايه هو ابوه وقالوا فأكبروا على جريش يقبلونه ويتمسحون به لأنه يعني ايه صار من أولياء الله عز وجل وقالوا نبني لك سومعتك من ذهب قال لا اعيدوها من طين كما كانت ففعل وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل ده بأ حاجتاني الصبي الاخر الويه تكلم في المهد صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثذية وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثذيه فجعل يرتضع يكمل الرضاعة بتاعته فكأنني أنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو يحكي ارتضاعه يعني بأصبعه السبابة في فيه يعني روي الحديث بيحكي يعني الحديث يقولك أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ويضع إصبعه إيه يتمثل إيه لرضاعة الصبي فجعل يا نصر قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي سرقتي وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثله قال له إيه الحكاية يعني أنت الأولاني مش عايز تكون مثله وذية اللي بيتهموها بالزنة وتتمنى أنك أنت تكون مثلها فقالت فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمى وهم يضربونها ويقولون زنيتي سارقتي فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثله قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيتي ولم تزني وصارقتي ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه الممسات اللي هم يعني ايه الزانية والعزو بالله الممسة الزانية والعزو بالله يبقى هذا الحديث يعني ايه في دعوة الأمى المستجابة وفيه أن العابد لله تبارك وتعالى هذا مجاب الدعوة عند الله عز وجل وفيه اللي هو عنوان بقى الباب نفسه إن أحيانا بتختلف ايه يعني أنظار الناس إلى ايه إلى الأشخاص أحيانا بتختلف يعني مش كل واحد تظن إن هذا مثلا من الصلاحين هو صالح أو هذا مثلا من الطالحين فهو طالح لا ربما يختلف الأمر فإنما العبرة عند الله عز وجل ايه بالتقوى إن أكرمكم عند الله أطقاكم هذا وصال لهم وسلم وبركة نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم